تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 433 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 116 طن مواد غذائية وغير غذائية وقد تم ضبط 25 طن ونصف الطن من الدقيق الأبيض في مجال حجب السلع الاستراتيجية وضبط 37 طن ونصف الطن من الدقيق المدعم والسكر التموني وذلك في مجال الاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط ما يقرب من 39 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية بالإضافة إلى ضبط 521 قضية من بينها 74 قضية خبز ناقص الوزن و 98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وذلك في مجال قضايا المخابز أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريدي وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط ثمان قضايا بمضبطات بلغت ما يقرب من 119 طن أقماح محلية